يتوصل عبر ربوع الجمهورية تنصيب المندوبين الولائيين للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات فبعد انطلاق العملية على مستوى العاصمة والتي أشرف عليها رئيس السلطة محمد شرفي يتابع نواب رئيس السلطة عملية التنصيب وتجديد الثقة أين أشرف عبد الحفيظ ميلات على مراسم تنصيب منسقي ولايات الشرق تجديد للثقة وجديد للعهد تجديد للثقة لأنه هؤلاء يعني كل منسقين يعني ضحاوا بنفسهم في مرحلة كانت حارجة ووقفوا إلى جانب الوطن وكانوا في مستوى المسئولية وفي مستوى الثقة التي منحتها لهم السلطة ومنحها لهم الشعب الزائري وعلى مستوى الجنوب الشرقي للوطن تم تنصيب رسمي للمندوبين بغية الشروع في عملهم اليوم نحن كلفنا بمهمة تنصيب مندوبين ولائيين لست ولاية من الجنوب الشرقي وهم مندوب ولاية بسكرا، الواد، ويرقلا، إليزي، غردايا والأغواط والتنصيب هذا أتى بعد تجديد الثقة التي وضعها السيد والدكتور محمد شرفي في شخص هؤلاء المنتدبين وسيعمل المندوبين الولائيين على لعب دور المراقبين والمتابعين لمدى تطبيق بنود البروتوكول المنصوص عليه بمراكز ومكاتب الاقتراع وكذا الدور الاعتيادي المتمثل في مراقبة العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء